بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة نعلمكم معنا فيديو جديد من قناة صديق الفلاح والنهاردة نعلمكم ازاي تزرعوا البمية في البيت. وما تنساش تدعمنا بلايك وشير ويلا بينا نبدأ الحلقة. اول حاجة هنجيب معنا جردل صغير او اساس كبير ونحط فيه تراب وخليط من البوتموس او الكمبوست في الجردل. وبعد كده هنيجي نزود الموضوع تراب في نفس المكونات او الخليط اللي احنا عملناه بعد كده. طبعا هنقلل منه النسبة شوية بحيس ان هو يبقى في عملية تخطيص للجردل او الكلام ده كله في البيت. عشان تعرف تستعمل الكلام ده كله في البيت. طبعا الموضوع بمشترتش عليه جغل ان تكون معاك موجود عندك بزرة البمية زي ما انت شايف في نفس الشكل بتاع البزرة. طيب. ده شكل بزرة البمية. هنيجي نجيب وعق صغير او طبق صغير هنحط فيه بعض كان بزراية وبعد كده هنحط عليهم شوية مية. طب ليه حطينا شوية مية عشان نكسر حجم الغلاف او نطر حجم الغلاف بتاع حباية البمية لانه هو ببقى بيوض فترة طويلة وفترة كبيرة موجودة معانا وبعد كده هنسيبها من تلاتة لاربع ساعات موجودة معانا في المية نكون احنا عملنا غرزات لنا بصبعنا وهنجيب البمية ونحطها في قلب في قلب الجردل او الاصاص اللي احنا جايبينه والطراب وبعد كده ما تنساش اهم حاجة تعمل الغرزات بصبعك بحيس ان تبقى المسافة قصيرة ما بين التربة والسطح اللي برة عشان انها بتطلع بسرعة وما تتأثرش بالعوامل الجوية او تتأخر في تلوحة لان البمية من مميزاتها بتتأخر شوية في تلوحة. وده شوية مية عاديين خالص هنكمل بيهم بيت الجردل وما تنساش ان الموضوع عياد معاك سبعة ايام على بمية ما تطلع. كل ما توفر في حجم كل ما توفر كل ما تطلع معاك البمية وبتبقى بنفس الشكل اللي انت شايفه ده. ممكن تعملها البمية منزلية ممكن تعملها البمية في الارض. وده نفس الشكل العام بتاع شكل البمية. بس قبل اي حاجة ما تنساش تدعمنا في القناة بتاعتنا صديقي الفلاح والصفحة بتاعتنا عالم الزراعة الحتيسة. ما ننسوش تصلى على النبي وتقول لنا ايه رأيك في الكومنتات عن اللي احنا بنعمله او الزراعات اللي احنا بنقدمها في البيت او في المنزل او في برة ممكن تستخدم اللي احنا بنقوله ده برة. وده شكل البمية زي ما انت شايف دي بمية حمرة موجودة عند كل الناس اللي بيبيبوا زور اه هتلاقيها في اي مكان ودي زي ما انت شايف دي نبتة البمية. واهم حاجة ما تنساش تدعمنا في القناة بتاعتنا. بل ايه كوشير مالك نالك دي كفل ل سوك هم